هاي قطي بصينية كواج بس داغسي بره شايفين منظرها ما احلى بيشهي نبضات القلب مع شرحتين نلية الوان بتشهي القلب اكلي عالعالم هلا اول شي مبلش فيه بسمي بسم الله عندهو تشكيلة خضرة 3 حبات بيتنجان على 3 حبات بطاطا على 3 حبات بنادورة و 3 حبات بصل لأ حبتين فلافلي هلا اول شي مبلش فيه هو البيتنجان اول شي بدي شيل راسو بدي شيل مص الاشغي بس شايفين بهذا الشكل هلا بدي قطعن شرحات شايفين بهذا الحجم هلا ممكن هذا البيتنجان تقلوه ممكن تحطوه متل ما هو بس للسرعة بتحطوه متل ما هو ولا منقشر البطاطا كمان بدي قطعن البطاطا شرحات بس شرحات رئيه اشوي مو متل البيتنجان ارأ و بدي قطع كمان بنادورة شرحات متل البطاطا جيب السكيل منشار اقوى بهذا الشكل والفليفلي كمان منشيل راسا بهذا الشكل شايفين كيف طلعت معي كمان بدي قطعها شرحات بس خشنة و عندك كمان ثلاث حبات بصل بدي اخدون كمان شرحات هيك بعد ما خلصنا تقطيع عندي هون نصف كيلو من اللحمة نضيف عليها شوية ملح مع شوية فلفل اسود بدي اعجلنا بشكل منيح طبعا اللحمة اي نوع اللحمة بتزبط معكم خروف عجل ما في مشكلة بس تكون شوي مذهنة لازم بقعد هدول شوي لاننا عشان نعرك نشتغل منجيب صانية بهذا الحجم تكون كبيري شوي ونجيب ثلاث قطع بيتنجان نحطهم فوق بعضون نحطهم اول شي على الواقف بعدين منجيب قطعة بيتنجان نوقفها بهذا الشكل مع قطعة لحمة منكورها بعدين منكبسها منحطها مع البيتنجان مع حبة بطاطا حبة بنادورا حبة بصل مننهيها بالفليفلي وهيك منكمل باقي وهيك بعد ما شكلناها شايفين منظر ما احلى طليع بسم الله ما شاء الله لنعمل السلسة منحطها على الوجه بدي خمس سنا من التوم مع شوية ملح مشان ننعمون بشكل منيح ونروحنون هرسم مبرحا هيك بعد ما هرسناهن نحطهم بالزبدية نضيف عليهم معلقتين كبار من سلسة البندورة أو بندورة يابسة أو سلسة طماطن أو هريس الطماطن شو بتسموها عندكم مبارغ هاي معلقة الثانية بد اضيف عليهم تقريبا شيكوب من المي ما ننكتر مي لانو الخضار هون كلها سوائل رح تنزل كل المي اللي فيها وبدي تقريبا مصت معلقة صغيرة من الفلفل الأسود وبدي ملح معلقة صغيرة تقريبا أو أكتر شوي ونخلطن هلأ بشكل منيح أنا ما بدي ضيف عليها لا زيت ولا سمنة هيك الخلطة ممتازة هلأ بدو أزعها عالدائر بسم الله طبعا ما لازم تكتر عليها مي عشان ما تطلع معي متل الشوربة أنا بحبها ناشفي شوي على هيك خلصت لسة ما خلصت هلأ شفر جيكون شو بدي حط عليها كمان عندي هون أطعم نلية بدي شرحها شرحات هيك بدي شرحها بدي حطها فوق الصينية بهذا الشكل هاي بتعطي طعم الصينية لا يقوم بدي حطها كلها هيك بتكفي يا سلام هلأ مدخلها على الفرن درجة حرر 200 لمدة ساعة كاملة نقول بسم الله ونطلعها من فرن هلأ هيك أخدت معي ساعة كاملة بسم الله هلأ مدخلها على الفرن منحمر الوجه شوي بعدين منطلعها نرجع منقول بسم الله ونطلع الصينية من التحمير شايفين منظرها ما أحلى بيشهي نبضات القلب منجيب صحن ومنسكوب منقطيب كواج كواج مع الشرحتين الليه وبسم الله ومندو الشرحات الليه جابي طعمتا أكلي على العالم كتبونا أنتو بالتعليقات كيف تعملوها جغبوه بهالطريقة وانتون رأيكم بالتعليقات السلام عليكم